فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على الاتحاد الجزائري لكرة القدم غرامة مالية قدرها 50 ألف فرينك سويسري مع توجيه توبيخ للاتحاد بسبب التصرفات غير لائقة لبعض مشجعي المنتخب الجزائري بعدما عمد بعض مشجعي الخضر على إشعال الألعاب النارية في المدرجات بعد تسجيل الفريق لهدف التعادل في مرمى المنتخب الروسي اعترف أريان روبين لعب المنتخب الهولندي بأنه افتعل السقوط في الكرة التي لم يتم احتسابها ركلة جزاء في الشوط الأول في حين أكد أن الركلة التي منحت الطواحين هدف الفوز على المكسيك في دور الستة عشر كانت صحيحة وقال روبين في تصريحات صحافية بعد المباراة أحيانا تنتظر أن تحتسب وأحيانا أخرى لا ينبغي أن تفعل ذلك لكن كانت تصرفا أحمقا أعلن قائد منتخب اليونان جورجيوس كاراغونيس احتزاله الدولي بعد هزيمة منتخب بلاده بركلات الترجيح أمام كوستاريكا في الدور الستة عشر من كأس العالم وخاض كاراغونيس 139 مباراة دولية على مدار 15 عاما قاد اليونان فيها للتتويج بلقب بطولة أوروبا عام 2004 بدأ نادي الريال مدريد الإسباني مفاوضاته الرسمية مع نادي باير ميونيخ للتعاقد مع لاعب خط وسط الأخير توني كروز وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن المفاوضات تتم بشكل إيجابي والاتفاق على انتقال كاراغونيس في صفقة ما بين 20 و25 مليون يورو هذا الصيف قد توصل إليها بالفعل كما أن اللاعب سيرتبط بعقد مدته خمسة أهوام وأجر مقداره خمسة مليون يورو سنويا شكرا